نروح لباتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوتيفور اللي قال ان مسحة فريقه قبل مواجهة مصر جاءت سلبية بالكامل وقال بوميل في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء لا توجد لدينا حلاف مصابة فيروس كورونا للقاء غدا وواصل هدفنا الآن الزهاب لأبعد شيء ممكن في البطولة هذا الفريق له امكانيات هائلة واكمل بوميل حديث لللاعبين اكتسبوا سيقة كبيرة جدا في الجانب الهجومي وكما قلت من قبل ستكون مباراة تكتيكية وهناك عمل نفذناه لإحتواء خطورة منتخب مصر يعني ان شاء الله نأمل ما يقدروا يحتوي خطورة منتخب مصر ومنتخب مصر يقدر يظهر بشكل قوي هجوميا أعلن الاتحاد التونسي لكرة قادم تعال في رباع المنتخب من فيروس كورونا المستجد قبل مواجه بوركينا فاسو السبت المقبل في الربع نهائي كأس الأمور الأفريقية وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك جاءت تحليل كوفيد سلبية بالنسبة للغيلان الشعلالي وعلي معلول وأيمن دحمان ويهوان تسجار وأضاف طبقة مشاركة الرباعي في ربع النهائي غير مؤكدة طبقة ليه غير مؤكدة المشاركة بالنسبة لهم زي ما شفنا اللي حصل مباراة مع جزر القمر بعدما الحارس نتيجته باقت سلبية الموقف اللي حصل من اللجنة الطبية التابعة للكاف قالت رفضت إن اللعب يشارك أو لازم يقعد خمس أيام علشان يتطمنوا على علي أحمده ده كان حارس المرمى بتاع جزر القمر فمش عارفين لسه إليه ممكن يحصل هل لعبة تونس ستلحق الماطش أو مش تلحق الماطش اللجنة قالت إن بارح لازم يقعد خمس أيام اللعيبة لمسحتهم تطلع سلبية قبل أي لقاء في عزل هل المضوع ده هيتغير ولا مش هيتغير هنا الناس كلها مستنينية تعرف نتيجة اللعيبة التوانسة في الفترة الجاية بالشكل اللي احنا نتكلم به ده كده لو خمس أيام لازم يكون في عزل لو في الأدوار اللي جاية حصل إصابة اللعب كده هيوضع البطولة يعني حتى لو فريت وصلت للفاينل ممكن ما يلحقش يكون معاهم في البطولة فإن شاء الله نتمنى سلام الجميع اللعبين في كل المنتخبات